شوية عامل يعني التعليقات وحاجات كده مختلفة على السوشيال ميديو كان غريب ومضحك في نفس الوقت حبدأ بملف محمد صلاح والطبع للإصابة اللي كانت هنا والناس اللي شككت في الإصابة وبعد ما رجع وتقلق في الماتش الأخير لليفر بول وكان ساعد في إحراز هدف وأحرز هو كمان هدف الناس كلها جات قالت لك بعد كده بس ده عندنا احنا آه هو كان بيهزر بقى ده كانوا بتحكوا علينا وكانش مصاب طيب ما هو كويسة هو طيب ما بيقديش ليه كده مع المنتخب كل ده وأكتر بكتير اتقال يعني خلينا نبدأ من هنا والسؤالي هيكون كالتالي بتشوف ازاي التشكيك في فكرة أن محمد صلاح أصل مصاب وأنه هو أداءه فعلا مختلف تماما مع المنتخب ومختلف يعني أقل من اللي احنا نعرفه مع ليفر بول والحاجة التانية فكرة برضو يعني عودته بهذه القوة مرة تانية مع ليفر بول يعني أنا عايزة أبدأ من الزاوية دي في البداية طبعا هنتكلم عن نقطة الإصابة فنقطة الإصابة كانت معلنة ووضحة من نادي ليفر بول وتحديدا من يورجي كلوب لما أعلن بعد مباراة بورنموس أنه صلاح هيغيب لفترة وتحديدا أنه ممكن لو قدر أنه هيلحق نهاية كاس الأمم الأفريقية في حال وصول المنتخب المصري ممكن ينضم للمعسكر وقتها تاني لكن بعدها فجئنا بتغريدات من رامي عباس وكيل اللاعب وأعلن أنه قال بعدها أن الإصابة يعتبر ماشي إصابة سهلة وهتاخد أكتر من المدة اللي كانت متوقعة فبناء عليه فعلا الكلام كان صحيح من تحديدا سواء كان من يورجي كلوب أو من رابي عباس وفعلا غاب قرابة شهر وحتى بعدها حتى بعد مباراة بيرنت فورد قال تقارير صحفية ذكرت أن صلاح ممكن حتى ما يلعبش مباراة بكرة مباراة لو تنتعون أنه فيه برضو لسه الإصابة برضو مش لأقمية في البنية فبناء عليه كان الكلام سواء من الكلام في مصر هنا الكلام كان غير صحيح لو هنتكلم عن نقطة من الناس من البعض اللي شكك أكيد من التكلم برضو عن صلاح أكيد لعب محترف لعب صغير أنه هو هيطلع والبعض قال أنه هتحجج علشان خاطر مباراة ليفربول وتحديدا كان في فترة مباراة تشيلسي مع أرسنال في الدور الإنجليزي لكن هنشوفنا بعدها أنه غاب في مباراة فعلا لتشيلسي وأرسنال وماتش بيرلي وكان بديل في مباراة بيرنت فوض وكان ممكن ما يلعبش أو ممكن يلعب في الشرط التاني لو لأصابت ديجو جوتا في الشرط الأولين خلينا بنروح ما بعد المباراة ما بعد المباراة مش بس الناس تغنت بيه كالعادة بس الصحف الإنجليزية وأنا بحب أتابع الصحف الإنجليزية يعني كتبت منشطات قوية جدا على محمد صلاحي قالك فيه كرة قدم وفيه لعيب عالميين وفيه 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 محمد صلاح وحطته في حتة لوحده ده شهادة أو دي شهادة كبيرة جدا وفكرة برضو تاني أن أنت راجع من إصابة ودخلت الملعب أو نزلت رضية الملعب وتقلقت بهذا الشكل بغض النظر بقى حيلعب ولا لأ المباراة القادمة بس تواجده عمل فارق كبير جدا وتواجده كالعادة بيعمل فارق كبير جدا برضو ده تحليلك ليه إيه؟ وليه ده الناس بتقولك مش شايفه مع المنتخب؟ هل العبرة برضو بالسكواد اللي معاك بيساعدك؟ يساعدك أو لا برضو خلال نبقى صرحة؟ ولا الموضوع مالوش علاقة قوي بداها؟ طبعا لا فيه فرق إمكانيات طبعا لما هنقرر لعيبة بحجم لعيبة ليفربول من كل يعتبر التيم لعيبة دولية في منتخباتهم من أول حراسة المرمى في أليسون بيكر لحد المهاجم هو داروين نونز في منتخب يعني مهاجم منتخب أوروغوي صلاح ركيزة أساسية وعمود أساسي في الفرقة مع يورجين كلوب وهو نفسه قال يعني وقت انضمام من منتخب مصر هو واتارو عنده أنه يتمنى أنه خروج منتخب سواء المصري أو الياباني مبكرا علشان يقدروا الفريق في الاستحققات المقبلة صلاح ورق أساسية عند يورجين كلوب وخصوصا نحن في الفترة دي كمان يعني الإصابات كتيرة في الخط الأمامي لو احنا نتكلمنا على ديوجو جوتا أو نتكلمنا حتى داروين نونز فالعناصر قليلة عند يورجين كلوب عودة صلاح عودة مهمة جدا خصوصا في مباراة زي مباراة لو تنتاون والمنافسة على الدور الإنجليزي أو نهاي كاسر كرباو يوم لحد اللي جاي وبالتالي أن صلاح رجوعه هيفرق مع ليفربول طبعا صلاح أسطورة من أساطير ليفربول سواء على الصعيد الجماعي من ناحية البطولات الحقاقة مع النادي وخصوصا أن الموسم ده عنده أكتر من بطولة بنفس عليها وبجانب أرقامه من ناحية تهدفية ونفسته السنة دي على لقب هداف الدور الإنجليزي مع إيرلينج هلانت يعني إمكان إحنا شايفين صلاح على الشاشة قبل ما أقفل بلاف صلاح بس نشوف أنت بتتكلم عن لاعب هذه الأرقام وهذا يعني الأداء الرائع جدا بس وما يقيل عنه ما يكتب عنه في الصحف الإنجليزية وتالى على الصعيد الثاني شوف هنا بيتشكك فيه إزاي بينتقد إزاي بيتم التقليل منه إزاي فتعرف المشكلة في إيه تحس عالمين مختلفين يعني في الخارج مفيش التقليل ده من الأشخاص مهما حتى كان مهما حصل لكن عندنا احنا في الداخل ومش هقول كل بس البعض بيتفنن في كسر الخاطر في إحباط بعض الأشخاص النكحة قال لي مش عارفة ليه الثقافة دي عندنا هل أنا مثلا لازم أعمل كده عشان أحس أن أنا مش أقل من غيري هل أنا لازم أعمل كده عشان ألفت النظر ليه أكيد لها مدارس بس تخيل الفارق بين هنا وهناك كبير قوي وفي الأول في الأخر ده مصري بغض النظر بقى أنت بيشرفك ما بيشرفك شو بيلعب بإسم نفسه بيلعب بإسم مصريين هو في الأول في الأخر بيلعب بإسمه محمد صلاح يعني بس ليه 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 الفوارق دي عندنا ليه ليه الكلام دايما عندنا فيه انتقاد وإحباط ليه بلنا استفاد إيه بدأ لو هنكلم على النقض فهو نقض طبيعي عموما يعني لكن النقض فيه فرق بين النقض يعني أو منطقي ونقض هدام يعني يعني هو عموما كان مقارنة بسيطة شوية مثلا كان يونين ميسي وما فيش حد يقدر نختلف على مستوى وأرقام والحققه يونين ميسي في تاريخه القروي لكن كان مع المنتخب الأرجنتيني كان بيتعرض الانتقادات كبيرة أنه ما يقدرش أنه يحقق مع المنتخب أي بطولة تسكر وأي يعني حاجة قوية للمنتخب الأرجنتيني حتى الغاية وصول للكاس العالم 22 وعشرين وفوظه بالبطولة فكان طول مسيرته ليونين ميسي كان بيتعرض الانتقادات من الناحية الدولية لكن في الأول وفي الآخر أنا طرامة أنا طبيعي إن أنا لعب بنجمه أسطورة سواء مع ندية أو حتى مع منتخب بلادي فأنا أكيد يعني هتعرض الانتقادات وهنا يعني الرد الفعل هي الأهم وهو نقطة صلاح التركيز يكون مع الفرقة أو مع المنتخب وخصوصا أن صلاح دلوقتي يعني الأمال عليه مع ندية ومع منتخب بلاده فأكيد هو حاطت في اعتباره كده فيه فارق بين إن أنا زعلانة من لاعب عشان ما بيلعبش كويس مع المنتخب وفيه فارق بين إن أنا ببتدي انتقاد